ثامناً للسيدة خديجة متجنة جمعت اليوم البيض الذي تحصلت عليه في صندوقين يحوي الأول 280 بيضة ويحوي الثاني أقل من الأول بـ 25 بيضة ألف أبحث عن عدد البيض الذي جمعته السيدة خديجة الإجابة عدد البيض الذي جمعته السيدة خديجة يساوي عدد البيض الذي جمعته في الصندوق الأول زائد عدد البيض الذي جمعته في الصندوق الثاني عدد البيض الذي جمعته السيدة خديجة يساوي عدد البيض الذي جمعته في الصندوق الأول ناقص 25 بيضة 280 ناقص 25 يساوي 255 بيضة 280 إلا 25 أبدأ بمنزلة الآحد فأقول سفر إلا خمسة لا يمكن فأستعير واحد من منزلة العشرات عشر إلا خمسة يساوي خمسة ثم أنتقل إلى منزلة العشرات ثمانية إلا ثلاثة يساوي خمسة ثم أنتقل إلى منزلة المئات إثنان إلا سفر يساوي إثنان إذن تكون النتيجة 255 عدد البيض الذي جمعته السيدة خديجة يساوي 280 زائد 255 يساوي 535 بيضة 280 مع 255 0 مع 5 يساوي 5 8 مع 5 يساوي 13 نكتب ثلاثة ونحتفظ بواحد في منزلة المئات 1 مع 2 مع 2 يساوي 5 إذن تكون النتيجة 535 باء أثناء نقل البيض تكسرت 17 بيضة هل يمكنها تلبية طلب حلواني؟ يريد خمسمائة بيضة؟ أعلّل جوابي الإجابة نعم، يمكن للسيدة خديجة تلبية طلب الحلواني لأن 535 ناقص 17 يساوي 518 بيضة أكبر من 500 بيضة 535 إلا 17 أبدأ بمنزلة الآحد فأقول 5 إلا 7 لا يمكن فأستعير واحد من منزلة العشرات 15 إلا 7 يساوي 8 ثم أنتقل إلى منزلة العشرات 3 إلا 2 يساوي 1 ثم أنتقل إلى منزلة المئات 5 إلا 0 يساوي 5 إذن تكون النتيجة 518 9 يملك هشام 935 مليماً وهو يريد شراء قلمين من صنفين مختلفين من بين الأصناف التالية صنف القلم الثمن بالمليم واحد مئتان وخمسة وستون اثنان مئتان وخمسة وتسعون ثلاثة ثلاثمائة وخمسة وسبعون أساعد هشام على ألف حساب ثمن القلمين في كل حالة من الحالات الممكنة الإجابة حساب ثمن القلمين في الحالة الأولى إذا تم شراء قلم صنف أول والآخر صنف ثاني مئتان وخمسة وستون زائد مئتان وخمسة وتسعون يساوي خمسمائة وستين مليم مئتان وخمسة وستون مع مئتان وخمسة وتسعون خمسة مع خمسة يساوي عشرة نكتب سفر ونحتفظ بالواحد في منزلة العشرات واحد مع ستة مع تسعة يساوي ستة عشر نكتب ستة ونحتفظ بالواحد في منزلة المئات واحد مع اثنان مع اثنان يساوي خمسة إذن تكون النتيجة خمسمائة وستين حساب ثمن القلمين في الحالة الثانية إذا تم شراء قلم صنف أول والآخر صنف ثالث مئتان وخمسة وستون زائد ثلاثمائة وخمسة وسبعون يساوي ستمائة واربعين مليم مئتان وخمسة وستون مع ثلاثمائة وخمسة وسبعون خمسة مع خمسة يساوي عشرة نكتب سفر ونحتفظ بالواحد في خانة العشرات واحد مع ستة مع سبعة يساوي أربعة عشر نكتب أربعة ونحتفظ بالواحد في منزلة المئات واحد مع اثنان مع ثلاثة يساوي ستة إذن تكون النتيجة ستمائة واربعون حساب ثمن القلمين في الحالة الثالثة إذا تم شراء قلم صنف ثاني والآخر صنف ثالث مائتان وخمسة وتسعون زائد ثلاثمائة وخمسة وسبعون يساوي ستمائة وسبعين مليم مائتان وخمسة وتسعون مع ثلاثمائة وخمسة وسبعون خمسة مع خمسة يساوي عشرة نكتب سفر ونحتفظ بالواحد في خانة العشرات واحد مع تسعة مع سبعة يساوي سبعة عشر نكتب سبعة ونحتفظ بالواحد في خانة المئات واحد مع اثنان مع ثلاثة يساوي ستة إذن تكون النتيجة ستمائة وسبعون باء حساب المبلغ المالي المتبقي له في كل حالة الإجابة حساب المبلغ المالي المتبقي لهشام في الحالة الأولى المبلغ الذي يملكه ناقص سمنشراء القلمين في الحالة الأولى 935 ناقص 560 يساوي 375 مليم 935 إلا 560 أبدأ بمنزلة الأحد 5 إلا 0 يساوي 5 ثم أنتقل إلى منزلة العشرات فأقول 3 إلا 6 لا يمكن فأستعير 1 من منزلة العشرات 13 إلا 6 يساوي 7 ثم أنتقل إلى منزلة المئات 9 إلا 6 يساوي 3 إذن تكون النتيجة 375 حساب المبلغ المالي المتبقي لهشام في الحالة الثانية المبلغ الذي يملكه ناقص سمنشراء القلمين في الحالة الثانية 935 إلا 640 يساوي 295 مليم 935 إلا 640 أبدأ بمنزلة الأحد 5 إلا 0 يساوي 5 ثم أنتقل إلى منزلة العشرات فأقول 3 إلا 4 لا يمكن فأستعير 1 من منزلة المئات 13 إلا 4 يساوي 9 ثم أنتقل إلى منزلة المئات 9 إلا 7 يساوي 2 إذن تكون النتيجة 295 حساب المبلغ المالي المتبقي لهشام في الحالة الثالثة المبلغ الذي يملكه إلا ثمنشراء القلمين في الحالة الثالثة 935 إلا 670 يساوي 265 مليم 935 إلا 670 5 إلا 0 يساوي 5 ثلاثة إلا 7 لا يمكن فأستعير 1 من منزلة المئات 13 إلا 7 يساوي 6 9 إلا 7 يساوي 2 إذن تكون النتيجة 265 جيم اختيار الحالة التي تمكنه من شراء مجلة ثمنها 350 مليم بالمبلغ المتبقي الإجابة كي يتمكن هشام من شراء مجلة ثمنها 350 مليم يجب عليه اختيار الحالة الأولى وهي شراء قلمين أحدهما من الصنف الأول والآخر من الصنف الثاني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر